من الواضح أن الاستثمار الرقم الوظيفي لأغراض الرقابة لأغراض تقييم الأداء لأغراض استثمار الموارد البشرية الحكومية فالرقم الوظيفي بالتأكيد هو سياسة استراتيجية طبعا توسيع دائرة الربط بين الرقم الوظيفي وقواعد البيانات الأخرى حاليا وزارة التخطيط شرعت باتجاه أعطاء كل موظف رقم وظيفي يحدد مكان عمله يحدد المحافظة التي ينتمي إليها يحدد عنوان الوظيفي لاحقا مجلس الخدمة الاتحادي سيستثمر هذا الرقم الوظيفي في إعادة هيكلة جميع الوزارات الاتحادية لأن الموارد البشرية بالتأكيد قسم منها لا ينسجم مع العناوين الوظيفية التي يشغلها عملية الحضور والانصراف والبطاقة البيومترية هي حاليا غير مربوطة بوزارة التخطيط فعملية الربط للمنظومات الداخلية بقاعدة بيانات موحدة ستمكن الحكومة من الرقابة على أداء الموظفين وليس فقط حضورهم وانصرافهم على اعتبار أن هذه القاعدة هي قاعدة أولى الرقم الوظيفي ولاحقا سيكون لدينا رقم لكل موجود من موجودات الحكومة يعني من الأراضي إلى المباني إلى الأثاث إلى السيارات المكان وجود رقم وظيفي للموجودات وربط الرقم الوظيفي بالموجودات سيساهم في تحويل الحكومة من حكومة غير منتجة أو ضعيفة الإنتاج إلى حكومة منتجة تستثمر مواردها المتاحة وزارة المالية حاليا بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة التخطيط تساهم بالرقابة على بنت تعويضات الموظفين وهي حاليا وجهت جميع التشكيلات باستحداث حساب فقط لتعويضات الموظفين يعني كل وحدة حكومية يكون لها حسابين حساب خاص بالتعويضات الموظفين يمول بشكل شهري وحساب آخر لبقية المصروفات